اشتركوا في القناة الجيل اللي علمنا ان العطاء هو ان تجود ببعض ما تملك اما الفداء فهو ان تضحي باعز ما تملك هم دول فخر البلد اسطورة باقية للابد دخلوا التاريخ من ساحة العظماء وجسدوا على ارض مصر معنى الفداء كتبوا التاريخ من جيل لجيل وقدروا يواجهوا المستحيل ويحققوا المعجزة لانهم ابطال من دهب كان نصر اكتوبر وسوف يبقى اسطورة تتناقلها الاجيال عن رجال جابه المستحيل فعبروا الحد الفاصل ما بين اليأس والرجال ومن بينهم رجال الصعيقة المصرية الصعقة المصرية اول من عبر قناة واول من اطلق النيران واخر من اوقفها وتلك قصة ابطال المجموعة 139 صعيقة الذين شكلوا باجسادهم الصلبة حق بتصد ضد دبابات القوات الاسرائيلية فمنعتها من التدخل في مراحل العبور واقامة رؤوس الكبار في بداية حرب اكتوبر صدرت الأوامر لأحدى كتاب المجموعة للإبرار جوا على مسافة التين كل متر شرق خلاة التويس صدرت الأوامر لكتيبة من المجموعة للإبرار شرق القناة عند الطاصة على المحور الأوسط وعند تل الفرمة على المحور الساحل في مهمة تبدو مستحيلة كان الهدف تحطير دبابات العدو من الوصول لخلاة التويس لمدة اثنين ساعة لكن هؤلاء الأبطال استطاعوا تعطيل العدو لمدة اثناشر ساعة وده اللي سايف تمتيل قواتنا من الأمور والقتال وتحقيق النصر دوالت الملحم بتطور سير القتال ونجح رجال المجموعة في القضاء على الأمل الأخير للقوات الإسرائيلية في دخول مدينة الإسماعيلية في معركة مفصلية دارت وقائعها بين يومي التاسع عشر والثالث والعشرين من أكتوبر وسجلتها أدبيات الحرب الإسرائيلية بمعركة حقول المنجو وعرفها المصريون بمعركة أبو عطوة كانت معركة أبو عطوة من أشرف المعارك بين الجند والدبابة استطاع فيها المقاتل المصري تدمير دبابات العدو بسلاحه أرب جي سبعة وحثم الدبابات موجود هنا في أبو عطوة مع تقدم سير القتال ووسط احتدام المعارك دفعت القوات الإسرائيلية بثلاثة ألوية مدرعة ولواء مظلي تحت قيادة شارون وكان الهدف هو دخول مدينة إسماعيلية ولكن المفاجأة كانت بانتظارهم على مشارف المدينة نصدمت مجموعة من الكمائنة على مشارف مدينة إسماعيلية آخرها كمين أبو عطوة تصدينا للعدو سببنا له خسائر في الأرواح والمعدات ومنعناها من دخول المدينة عبطرية الصمود في حرب أكتوبر تجاوزت معنا النصر الكاسح وما كان هذا الإعجاز ليتحقق دون وحدة جيش وشعر أم كانهما تحد الصالب وحطموا سويا حاجز المستحيل مساء يوم عشرين وبعد تنظيم الثنين كمين في مشارف أبو عطوة وجاءنا ببعض الأشخاص يتحدثون العبرية فتحنا النيران واستطعنا القضاء على العدد الأكبر منهم جاءت مجموعة تانية اشتبكنا معاهم وانصب بطلعة في الرابع واشتوش الجنبي العريفي البطل فاروق عفتاح السيد عنقذني أهل عزبة الصحارة فرحت جداً لما لقيت أحد أهل أبو عطوة جايب لي الرقيب أحمد البدري مصاب ورفت أنه للسعاي الأرض دي اتهوت بدم غالي دم الشهد الأبطار سرد رئيس الأركان ديفيد بن ألي عازر جانباً من تفاصيل معركة أبو عطوة في مذكراته بقوله إن قوات شارون ما كادت أن تكرر محاولة تقدمها إلى مدينة إسماعيلية حتى وقعت في كمين ضخم قامت به كتيبتان من رجال الكوماندوز المصريين ودارت معركة شديدة سقط فيها الكثير من القتلى والجرحة ليس من المنطق مطلقاً أن تتصدق كتبتين سعقة لتأكل أطمد الرعاة ولو منظل إسرائيلي بقال شارون ولكنها إرادة الله سبحانه وتعالى يقول شارون لقد شاهدت الكثير من المذابح ولكن هذه المعركة فاقهولها ما شاهدته خلال الحروب الأخرى ولم تنتهي الذكرى الموجعة الشاهد هنا هو حجم القتلى الإسرائيليين في قلب الحقول الكثيفة لأشجار المنطق أما دباباتهم المحطمة على مشارف الإسماعيلية فبقيت لمصر والمصريين ميراثاً قالداً ما بقيت زمن وبكل المقاييس العسكرية تعتبر معركة أبو عطوى من أهم ملاحم حرب أكتوب مصر عظيم وطلها المقاتل المصري بالبطولة والفداء ودماء الشهداء وتلك هي فصة رجال المجموعة 139 صعيقاً هؤلاء الرجال الذين استحقوا وبجدارة أن يلقبوا بأبطال من ذات اشتركوا في القناة